حققت جامعة الخليج العربي إنجازا تاريخيا بدخولها ضمن تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات لعام 2025 على مستوى العالم لتصبح أول جامعة مقرها مملكة البحرين تحصل على هذا التصنيف بما يعكس جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة حيث تم تقييمها بناء على معايير دولية وجاء ترتيب جامعة الخليج العربي الأولى والوحيدة على مستوى الجامعات في مملكة البحرين وفي المرتبة السابعة عشر على مستوى جامعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي المرتبة التاسعة عشر على مستوى الجامعات في الوطن العربي أبحاث ودراسات علمية متخصصة تقدمها جامعة الخليج العربي على مدار العام لتنافس بها أكبر الجامعات العالمية التي تقدم أبحاثا علمية متخصصة وها هي اليوم تحصل ثمار جهودها المتواصلة في هذا المجال فقد حققت الجامعة إنجازا تاريخيا بدخولها ضمن تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات لعام 2025 على مستوى العالم لتصبح أول جامعة مقرها مملكة البحرين تحصل على هذا التصنيف جامعة الخليج العربي دخلت تصنيف العالمي للتايمز وهذا يعتبر سبق تاريخي ويمكن هو الأول بمملكة البحرين وأيضا تعتبر هذا التصنيف مقارنة بالدول العربية التي شاركت في هذا التصنيف تعتبر جامعة الخليج من أوائل هذه الجامعة المعايير كثيرة لكن من أهمها وهو الدخول لنا في حقيقة معايير مهمة تتعلق بالبحث العلمي ومشاركة عضاء تدريس في بحوث علمية بتصنيف عالي ونشر في مجلات حقيقة في الكيو وون وهذه كانت من أهم المعايير حصول الجامعة على هذا المركز العالمي جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي يبذلها كافة المتخصصين في مجال البحث العلمي من الذين نذروا أنفسهم ليقدموا دراسات وأبحاث متقدمة مع الحرص الدائم على الالتزام بأعلى معايير الجودة 501 إلى 600 من الجامعات العالمية اللي فيها أول جامعة جامعة أكسفورد جامعة أمويتي وجامعة هارفورد فيعني احنا تقريبا نقول في الثلث الأعلى من الجامعات وهي أول مرة دعشين من فوق الألفين جامعة طبعا هاي كان يعني جهد مبدول من الجميع وكان في خطة ابتدناها من زمان يعني ممكن أقول من 2018 ابتدنا على الموضوع فأهم الأشياء اللي التصنيف يركز عليه البحث العلمي والحصول على هذا التصنيف العالمي يعني هو شهادة حكي تميز الجامعة وفي مجالي البحث والتدريس وطبعا رح ينأكس هذا على سمعة الجامعة إن شاء الله في المستقبل ويعني الحفاظ على المكان نفسه نحن نحصل على التصنيف يعني يطلب منه جهد حتى أكبر نحن عشان نواصل لهذه المسيرة ونحاصل على هذا التصنيف ولكن في النهاية إن شاء الله يعني هذا رح ينأكس على سمعتنا وعلى ثقة المجتمع الخليجي في الجامعة الخيج العربي وينأكس إن شاء الله بالإجابة على طلباتنا تصنيف التايمز للجامعة العالمية يركز على مقاييس محددة تتعلق بالبحث والتدريس والسمعة الأكاديمية وتأثير الجامعة في البحث والتدريس وغيرها من معايير تتوخى قياس جودة مختلف البرامج والأنشطة البحثية والهلمية التي تجرى في الجامعات وقد حققتها جامعة الخليج العربي لتحصل على هذا التصنيف بامتياز يعد تصنيف التايمز للجامعات العالمية من أهم التصنيفات التي حصدتها الجامعة لأهميته الكبيرة إذ أنه يركز على مقاييس البحث والتدريس في الجامعات ومنها حققت جامعة الخليج العربي أرقاما قياسية على مدار السنوات الماضية ليدرج اسمها في هذا التصنيف العالمي خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين